السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مواقع سوشيال ميديا يتحيز لجانب معين فأي حد يكتب رأيه يتعامل الوقف ليه فهذه المنطقة بشكل مش منصف في السام هتعدد الأراء فلذلك يوجد أوجاد الطرق للتغلب على دور هذا الطرق لا يوجد فترة ولم يوجد فترة يدوق في السوشيال ميديا يعدله الخارزمية بتاعتهم بحيث أنها تكتشف هذه الفكرة دعنا نشوف مثلا الطريقة أنا مهتم بككريت نحن نفهم الخارزميات لتفكر ازاي ونبدأ ان نتعامل معها مثلا احنا كتبنا كلمة فلسطين حرة هنا الخارزمية اللي موجودة هنا تعمل ايه؟ بتبدأ انها تغير في الخط تمام؟ فحيث ان نحن نقدر نقرأه لكن هو مقدرش يقرأه يعني لو كلمة ده دره مثلا غزة تمام؟ حتى هو حروف معينة عكسها فالخارزمية بتتلوت تمام؟ فهتبدأ فترة طويلة بعد فترة يبدأ انه يعدل لكنه لما يعدل يعدل يقول له خلي بالك انه ممكن يقلبه حرف ز ز ز او يقلبه طبعا مش في كل الكلام يعني في الكلمات اللي هو مركز عليها تمام؟ يعني خلينا نشوف مثلا الاقصى موسكتبها ازاي؟ فممكن الانسان عادي يقراها لكن الخارزمية بلعة الكمبيوتر ممكن تقف تتعطك فيها شوية فدي فكرة الخارزمية ان هو الرجل يبرمج حاجة ان فيه حرفة معين يتقلب بحيث ان احنا بوست الكلام هيتقره عادي بوست الكلام انت شغال هيتقره عادي لكن الخارزمية اللي متعودة انها تقعد الكلمات ويتركز عليها يعني مثلا في المويت القصام الخارزمية اللي متلاها دي هي صنافاتها انها منظمة مش قانونية فعشان كده بيبنع التعمل معه كأنك انت كتبت مثلا حاجة طبع نازين او حاجة زي كده فلنخلي بان احنا بنكتب بس ايه ان فيه بعض الكلمات تبقى حازر شوية انت بتكتبها احط مسافة في النص الالف خليها واحد ده بيلغبط للخارزمية بتاحته ما يبقاش في صورة مثلا فيها دماغ او حاجة زي كده المهم احنا عايزين نلغبطها نكتب قراءنا ونكتب كل حاجة مجبير ما يحصل حظر الحساب ولو تم حظر حساب يعني عادي يعني هنعمل ايه لازم خالص نسيب لغم المواقع خالص وده اللي انا افكر فعلا اللي واحد يعمله لو في مواقع حلوة ممكن تعمل نفس اللي الموقع تبقى يعمله يريد نفس اللي يريد نفس اللي موسيقى موسيقى